وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن مارد صنع في دومياط معنا على التريفون الأستاذ حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في دومياط عشان نتعرف منه على التفاصيل أكتر سبع الخير يا لحضرتك نوارنا في سبعها الخير يا مصر في سبعها الخير يا صدر جمالنا وفي سبعها الخير على السادة المشاهدين كلهم أهلا بحضرتك يا فندم في البداية دي دورة جديدة طبعا وأعتقد دي دورة تانية إيجي ديت فيها يا فندم هي دي دورة جديدة الدورة دي 19 في سلسلة 20 عفضونياط الأولى في 2023 لأن احنا كان فيه بالضبط زي ما حضرتك بتقولي كده دورة في شهر واحد بس دي كانت على خطة 22 الجديد المرة دي أن احنا بنستمر الحمد لله بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنائيات الصغر هنا على توجهات الدولة وده بان جدا في حضور أو استمرار حضور دكتورة منالعوض محافظة دومياط والأستاذ باس الرحمة الرئيس التنفيذي اللي جهاز سلمية المشروعات الصغيرة وإن شاء الله إن شاء الله هنبقى كل تلات شهور في دورة جديدة يارب نقدر نضيف فيها حياة جديدة للمشترين وفي نفس الوقت المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة الجديد المرة دي احنا معنا زي ما حالك قلتي أربعة وسبعين عرض من صناع وتجار الأساس ومحافظة الدومياط المستفيدين من خدمة من خدمات جهاز سلمية المشروعات سواء خدمات مالية أو غير مالية في دونياط عاملين جديدة عاملين عروض في المرة دي عرض أربع غرف بـ 85 ألف جنيه غرفة نوم وغرفة صفرة وغرفة أطفال ورقنا بـ 85 ألف جنيه فرش أقصادي في نفس الوقت كل العرضين تقريباً عاملين خصومات تتراوح من 15% لـ 35% ويمكن يسوس حسين بعد صباح الخير طبعاً ده اللي بيميز معرض صنع في دومياط ويمكن أنا كنت كمان سعيد الحظ اللي أنا كنت بأجري الاتصال الهاتفي معك في شهر واحد للحديث عن نسخة صنع في دومياط الماضية يمكن لو نتكلم على 2022 اللي كانت بتنفذ في شهر واحد والنسخة الجديدة الفوارق بينهم أنا بس بحب أفكر حضرتك وأقول إن العرضين بيتفقلوا فعلاً بلقاء صباح الخير يا مصر إن ده كان وش خير عليهم كلهم في الدورات اللي بيت الدورة دي إحنا تم تفايل قانون 152 قانون منشآت الصغيرة بالنسبة للعرضين اللي موجودين ودي خدمة بتقدم للأصحاب المشروعات الصغيرة كل محافظات الجمهورية طبعاً مش هتكلم في الدورة القانون عن الدنيا التأثيرين وده بيتاح لهم التمتع بمزايا كتير جداً إدها لهم القانون نعم فإحنا خلص تنفيذ القانون تنفيذ فعلي الامتيازات اللي بيديها القانون امتياز فعلي وأول امتياز بياخدوه اللي هو الاشتراك في المعارض المعارض أول مساعدة في تسويق منتجا نعم معددش قسرة على الناس اللي كانوا قبل كده كبار التجار بسنا نعم بالضبط بالضبط طيب أستاذ حسام يعني فكرة وجود عروض ونسب خصم كبيرة دي طبعاً حاجة مهمة جداً أيضاً فكرة تنظيمه كل ثلاث شهور ده شيء إيجابي جداً بس في نفس الوقت يتطلب أنه يكون فيه عندنا عارضين كتير يكون عندنا منتجات على طول تكون بتتصنع عايزة حضرك تكلمني عن العارضين وعن المنتجات لأنه ممكن يكون حد بيقول أنه آه السرعة دي ممكن تبقى فيه والأسعار دي ممكن يبقى فيه مشكلة في الجودة مثلاً تكلمنا عن العارضين وعن المنتجات وجودتها يا فندم لا أول طبعاً جودة المنتجات هرجع أقول لي منتجات صنعة في دمئة منتجات دمئة السجيء دي شهادة ضمان كافية وجودها في جهاز تنمية المشروعات دي شهادة ضمان تاني بالنسبة لوجود المنتجات أو وجود العارضين فالفكرة كلها دلوقتي احنا كنا في الأول بنقول يمكن أول دورة لما الفقرينة قلنا كان فيها تمانية وستين عارض النهاردة وصل بنا الإقبال على المعرض إن احنا بنعمل قرعة عشان الاشتراك في المعرض ده بالتالي فيه منتجات موجودة احنا بنعمل بنحاول نعمل عملية رواج وتسويق وفي نفس الوقت الثلاث شهور كافيين جداً إن لو كل اللي موجودين بقوا منتجاتهم كلهم إن هم يقدروا يصنعهم وينتجوا منتجات نجيدة احنا بس الفكرة كلها إن احنا عايزين نجمع أكبر عدد من العارضين المميزين اللي يقدروا يعملوا أضافة للمستهلك في القاهرة أو القاهرة الكبرى في مكان واحد نعربهم للناس نقدر نوصل لحد عشان كده حضرتك لو لاحظت هتلاقي اختلاف في الأسواق اختلاف في أنواع المنتجات اختلاف في المستويات وفي التشتباط نعم وهو هل اختلاف بقى المستويات ده بيؤدي لاختلاف في السعر هل فيه أسعار متفاوتة بدرجات متفاوتة يعني خلينا نكلم بصراحة أكيد لو قوضة نوم مثلا تمنها 70-80 ألف جنيه وبتعرض هي هي نفسها عندكم بـ 30 ألف جنيه فأكيد هيكون فيه فرق في الكواليتي بغض النظر أن تصنيع وجودة ويد الحرة في الضمياطي لا يعل عليها ولا يختلف عليها اثنينين أنا ما أقدرش أقول أن القوضة اللي بـ 70 ألف جنيه بتساوي القوضة للـ 30 ألف لكن لما القوضة بـ 70 ألف جنيه أقدر أعمل عليها خاصة 20 أو 25 في المية فتوصل إلى 50 ألف جنيه هي دي نص القوضة نعم لكن فيه فوارق فيه فوارق كتير جدا في نفس القوضة ممكن تبقى موجودة ويبقى الاختلاف من 10 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه أو 150 نعم ويمكن نقطة التوضيح دي مهمة جدا يا أستاذ حسام لأن في البعض يتحدث أكيد الفروقات دي يعني فروقات في الجودة على معطقة دي جمانة فده السؤال اللي أنت كنت بتسأليه بالضبط طبعا منشكر حضرات جزيل الشكر الأستاذ حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط